في الأهلي بالمناسبة وسام أبو علي جاهز لمباراة الزمارك إذا لعبت ليه؟ لأنه تمرن مبارح تدريب المستبعدين تمرن يوم الخميس أول تمرين جماعي يرجع له بعد الإصابة اللي جات له في مباراة فلسطين قبل الأخيرة وتمرن النهاردة بشكل كامل إذن في عرف ودستور مارسيل كولر وسام أبو علي بقى جاهز لأنه قال لك لازم الواحد يتمرن جاي من الإصابة على الأقل ثلاث تدريبات أو تمرنهم ده غير بقى أن فيه تمرين بكرة الأحد والاثنين وبالتالي أصبح جاهزا وقاناة الأهلي كمان بالمناسبة من شوية أعلنت جاهزيته ولكن تاو صعب جدا يلحق المباراة لسه لم ياخد تدريبات من ساعة الإصابة اللي جات له في التوقف الدولي بتاع منتخب جنوب أفريقيا وعمر كمال عبدالواحد ما زال مصابا وبالتالي غموض في موقفه وإن كان يبدو برضو الأقرب أنه ما يكونش بيلحق مباراة يوم الثلاثاء المقبل إذا لعبت طيب نبقى مع الزمالك شوية نش ياسر حمد لعب ماتشين السنة دي مع الزمالك الماتش الأولاني لعب فيه تسعين دياء مباراة سموحة خسرها الزمالك اللي كان الزمالك قبل ما يلعب النهائي بتاع الكمفدرالية والماتش الاتحاد السكندري لعب فيه دياء الأخيرة من المباراة ياسر حمد لا يشارك بانتظام مع الزمالك معنا اللي احنا بنقوله ده وبالتالي هو بيرحب بالرحيل وقال خلاص لو انتوا يعني شايفين ان احنا الأمور مش ماشية سيبوني امشي بنهاية الشهر الجاري علشان اشوف فرصي وانضم الى اي فريق اخر وبالتالي هو فتح المجال امام ان الزمالك يدي له قرار الرحيل ماشي دي اول حاجة سامسون فيه محاولات لانهاء ازمته مع الزمالك اللي خاصة بالمستحقات بشكل ودي يعني اللاعب من بعد التوقف الدولي اللي فات مع منتخب بينين مرجعش وبالتالي قال لك انا عايز مستحقاتي قد ايه ست شهور فاتت ولم يتقدم بشكوى حتى الان ضد الزمالك فالزمالك بيحاول ان هو يحل الموضوع وديا علشان اللاعب يرجع فاللاعب اشترط شرطا واحدا فباخد فلوسي المتأخرة وبعد كده نقعد نحل وديا الزمالك هيخش في نفق اذا اشتكى اللاعب بالمناسبة ليه لانه اللاعب الزمالك من حق ان يقوله مش عايزينك ونفسخ التعاقد بشكل لا يضر اي طرف بعد نهاية الموسم بسبعة ايام فلو اللاعب اشتكى وفسخ تعاقده هيدطر الزمالك والله اعلم يعني تبقى لللوائح ان يدفع السنتين اللي جايين اللي الزمالك اساسا بيفكر انه ما يكملهمش واللاعب كان عقده خمسمائة الف في ستمائة الف في ستمائة الف وهكذا كله يعني على بعض اتنين ونص مليون دولار عد منهم موسمين